السلام عليكم وبركاته معكم عبدالقادر فتح الله وانتو بتشوفوني على قناتي انجليزي سهل النهاردة درسنا ازاي تضم اكتر من صف لصفك ولكن فيه مجموعة من الشروط لازم تعرفوها لازم يكون الصفين متزامنين في نفس الوقت طيب تعالوا نعرف الالية ازاي حتم ندخل على الكالندر الرزنامة التقويم ونضغط على الحصة المجدولة ونعمل تحرير الرابط اللي انتو شايفينه رابط الانضمام نعمل copy نعمل نسخ الرابط وناخد الرابط ده ونروح به لالفاء نطلع به على الفريق المراد ضمه لالاجتماع وليكن تسع واحد نيجي على الconversation محثة جديدة ونعمل عملية نسخ الرابط بس قبل كده علشان الرابط يكون واضح لازم ليه اعلان لازم نعمل له اعلان وطبعا الاعلام لازم يكون واضح علشان الطلاب المراد ضمهم ليه فصل تاني يعرفوا به فبنعمل تم ونكتب عنوان لافت بحيث ان الطلاب يعرفوا ان الحصة بتاعتهم تم ربطها بحصة تانية تمام الحصة الرابعة انضمام بالضغط على الرابط اسفل تمام ممتاز وباجي هنا اكتب في العنوان الفرعي جميع الطلاب صف تسعة واحد وانسخ الرابط واعمل ارسال زي من شايفين لو جينا ضغطنا على الرابط دلوقتي حيحولنا على طول على الحصة الرابعة وهيبدأ الطلاب في الانضمام للفصل المراد ضمهم اليه مسألة سهلة جدا بس مهمة جدا وكلنا بنحتاجها وانا بالفعل تم تنفيذها معايا النهار ده حبيت ان انا اعرفكم الطريقة وطبعا الطريقة دي والالية دي بتخدمنا احنا كمعلمين كتير خاصة اللي عنده ظروف وعاوز ان يضم الطلاب بتوعه لفصل مدرس او زميل وبكده حلينا المشكلة بس طبعا خلي بالك انك لازم تطلب من رئيس القسمة او من الزميل ان هو يضيفك عنده في الفصل او في التيم كاونر علشان يكون عندك الصلاحيات اللي هي بتحتاجها كمعلم والاضافة مهمة جدا علشان الصف يظهر عندك ويتحقق الهدف نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشدع لا اله لانت نستغفرك ونتوب اليك